السلام عليكم هنحل دلوقتي مع بعض يا بنات تدريبات قصة سيدنا نوح صفحة 23 بيقول لي ايه صل كل صورة بالجملة المناسبة لها ثم رتب احداث قصة سيدنا نوح عليه السلام ترتيبا صحيحا عندي اربع صور وفيه في كل دائرة فيه فيه في كل صورة دائرة دي هرتب الاحداث بعد ما وصل كل صورة فعندي اول جملة بيقول لي ايه دعا سيدنا نوح عليه السلام قومه الى عبادة الله لكنهم رفضوا الانصاط اليه فعندي اول جملة وصلها باني صورة اللي بتدل عليها الصورة الرابعة رقم اربعة اللي زي ما احنا شايفينه قومه حطين اديهم في ودنهم رفضين انه هم ما يسمعوا بعد كده رصت سفينة سيدنا نوح عليه السلام على جبل الجودي ونزل كل من كان عليها فتاني جملة هوصلها بانهي صورة هوصلها باول صورة السفينة هي راسيا وكل اللي كان عليها نزل فتبقى تاني جملة هوصلها باول صورة بعد كده اجاب سيدنا نوح عليه السلام امر ربه وبدأ في صنع السفينة فهوصلها بانهي صورة بالصورة اللي اصدها رقم ثلاثة اهي سفينة لسه بتتجهز وبتتصنى فيبقى العبارة رقم ثلاثة هوصلها بالصورة اللي اصدها رقم ثلاثة بعد كده انهمر الماء وصارت السفينة فيه لينجو كل من كان عليها هوصلها بانهي صورة بتاني صورة اللي الماء هو عمال بينزل من السماء بينهمر والسفينة مشي في الماء فيبقى العبارة الرابعة هوصلها بتاني صورة طيب لما نيجي نرتب الاحداث انا عندي اول حاجة دعوة سيدنا نوح لقومه هتبقى اني صورة اللي حطين فيها صوابعهم في ودانهم رفضين انهم ما يسمعوا فهتبقى دي هي رقم واحد اللي هي اخر صورة بعد كده ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا نوح بصناعة السفينة فالصورة اللي قبلها اللي هي الصورة التالتة هتبقى دي رقم اتنين بعد كده انهمرت الامطار والسفينة مشيت في المطر هتبقى هي رقم تلاتة وبعد كده كل اللي كان على السفينة نزل من عليها هيبدأوا حياة جديدة فهتبقى رقم اربع فيبقى عندي الترتيب هنا من اول صورة تحت خالص واحد اللي قبلها اتنين اللي قبلها تلاتة اللي قبلها اربعة بعد كده نجيب الصفحة اللي وراها صفحة رقم اربع وعشرين بيقول لي ايه اختر الكلمة الصحيحة واكمل بها الجمل الاتية ومديني الكلمات ايه الله غريقة تسعمائة وخمسين الاصنام نجا السفينة كان القو اول حاجة بقى كان قوم سيدنا نوح عليه السلام يعبدون اختر ايه الاصنام دعا سيدنا نوح عليه السلام قومه الى عبادة كان بيدعوم لعبادة ايه الله ظل سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه نقط سنة كم سنة تسعمائة وخمسين سنة بعد كده امر الله تعالى سيدنا نوح عليه السلام بصنع بصنع ايه بصنع السفينة نقط كل من امن بسيدنا نوح عليه السلام ونقط كل من قفر بيه فهتبقى نجا كل من امن بسيدنا نوح عليه السلام وغرق كل من قفر بيه وبكده نكون خلصنا الدرس اشتركوا في القناة بتصنيع تهديم اشتركوا في القناة